اشتركوا في القناة خاص بكنيسة برجاموس واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برجاموس هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين أنا عارف أعمالك وأين تسكن حيث كرسي الشيطان وأنت متمسك بإسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتباس شهيد الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن ولكن عندي عليك قليل أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بالعام الذي كان يعلم بالاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوسان ويزنوا هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكين بتعليم النقلاويين الذي أبغده فتوب وإلا فأني أتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي وأعطيه حصاتا بيضاء وعلى الحصات اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ تاريخيا كنيسة برجاموس بتيجي في الترتيب بعد كنيسة سيبرنا اللي كانت معروفة عنها الاتهاضات اللي اتعرضت ليها واللي انتهت بموت الملك دقليديانوس ومجيء الامبراطور البار قسطنطين اللي هو أصدر مرسيم التسامح الديني وعمل دخل الإيمان المسيحي وأدخل معاه المملكة كلها في الإيمان بالمسيح وحصل تقارب بين الكنيسة وبين الحكام الأباطرة وبقت الكنيسة تدعم موقف الحاكم وأحيانا بقت تعتمد عليه في بعض مواقفها وابتدى الحاكم يتدخل في شؤون الكنيسة وأحيانا كان بيفرض بعض أراءه عليها ولدرجة أن بعض الحكام كانوا بيفرضوا بعض الهرتقات التي تسللت الكنيسة وأراءهم المخالفة للإيمان السليم كانوا بيضغطوا على الكنيسة أنها تقبل هذه الأراءة هنا بقى الخطأ أن الكنيسة ابتدت تعتمد على حد تاني غير المسيح وإحنا ما بنقبلش الحكاية ديت لا نتاكل إلا على الله دي حاجة الحاجة التانية أن كون أن بقت فيه تزاوج أو علاقة أو ارتباط بالحكام والأباطرة فبقى الحاكم له دل على الكنيسة ابتدى يدخل في بعض الشؤون ابتدى يتبنوا بعض الأراءة الهرتقها والبدع وابتدت الكنيسة عايزة تحافظ على الإيمان المسلم لها من القدسين وتحافظ عليه نقيا ففتحت المشكلة دي فتحت على الكنيسة أبواب الهرتقات والبدع الكتيرة فعشان كده هنا في الرسالة بيذكر له حاجتين الحاجة الأولانية القوم المتمسكون بتعليم بالعام وهنا بقى بترجعنا للعهد الأديم لمؤاب ملك مؤاب لما حاب يسقط بني إسرائيل في خطية فأجر عليهم بالعام عشان يلعنهم ويقعوا في خطية الزنا ويبخروا الأوسان الحاجة التانية التعليم النقلاويين زي ما أشرنا قبل كده النقلاوس كان أحد السبعة الشاميسة لكنه انحرف عن الإيمان وأضل وكان بيبيح الزواج على المشاعي يعني أي حد يتجوز أي حد فكرة حياة مش مظبوطة يعني ولكن هنا في شهادة للأسقف هذه الكنيسة بيقول له وأنت متمسك بإسمي ولم تنكر إيماني بيقول له صحيح أنت مازلت متمسك بإسمي ولم تنكر الإيمان بس ده مش كفاية كان لازم أيضا تقف قدام البضع والهرطقات وتحاربها طب إيه السلاح اللي يحارب به البضع والهرطقات قال له بسيف فمي يعني بكلمة ربنا والسيف الماضي زو الحدين اللي هو كلام ربنا له الحد الأولاني اللي هو قوة الكلمة زي ما الكتاب بيقول وأنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به وزي ما معلمنا بطرس الرسول والمولودين الثانية لا من زرع يفنى بل ممن لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد فكلمة ربنا قوية في حد ذاتها تقدر أنها تميت الأخطاء والشهوات والأهواء الرضية في قلب الإنسان وتولده ميلاد جديد وتعيده لصوابه وإلى إيمانه السليم ده حد الحد الثاني بقى بيرفض بقى كلمة ربنا ويقاومها ويعندها ولا يخضع ليها فهنا بقى كلمة ربنا بيدينه وبتحكم عليه ورب يسقط تحت تأذبات الله شوفوا إزاي يعني اللي بيسمع كلمة ربنا وعشان يتوب ويحيى وبيرفض التوبة ربنا بيدينه دي الصورة اللي ربنا بيشرحها هنا بوضوح وبيسقط تحت طائلة تأذبات تأذبات الله وهنشرحها دلوقتي في شكل إيه ودي اللي حصل دي الخبرة بتاعتنا من العهد القديم لما فرعون تقص قلبه وربنا يبعات له مع موسى وبعدين فرعون يتأثر شوية بس بيرجع للقصبة بتاعته لكن لما عانده رفض بقى ابتدى ربنا يحربه ويسقطه ويغرقه في البحر ونفس البحر اللي كان خلاص لبني إسرائيل كان هلاك لفرعون وكل قواته إلا إنه طبعا لازم ناخد بالنا في الرسالة اللي قرناها دلوقتي إن الوضع في هذه الكنيسة وضع خاص جدا لدرجة إن المسيح بيوصف البلد دي بيقوله حيث كرسي الشيطان يعني إيه يعني زي عدو الخير جايب كرسي وقاعد في البلد دي وما لا نشر فيها عبادة الأوسان والزنا وده كان جزء أساسي في عبادات الأوسان وانتشرت فيها اضطهادات المسيحيين والهرتقات الكثيرة جدا فربنا بيقدر ظروفه إن في هذه المدينة انتشرت الهرتقات والبدع والخرافات وتلاحظوا بقا هنا حاجة انتشار البدع والهرتقات في هذه الكنيسة كانت فترة راحة وده مشاكل الراحة دايما لكن الكنيسة المتقلمة ما حصلش فيها بضع وهرتقات وخرافات فعشان كده لازم نكون صهرانين باستمرار ومنتبهين واخدين بالنا ولا نضج ولا نزعج من التجارب الوعد هنا بقا اللي بيديه المسيح للي يغلب إنه هيأكل من المن المخفي المن المخفي ده إشارة لجسد المسيح تقولي طب هل السماء فيها تناول لا طبعا احنا هنا بنتناول عشان لسه بنجاهد لكن السماء ما فيهاش تناول لأن احنا في السماء هنبقى متحدين بالمسيح شخصيا مش محتاجين ان احنا نتناول والتناول بيفتح عيوننا على معرفة المسيح أكتر وأكتر فعشان كده ربنا بيفتح عيون أسقف هذه الكنيسة وبيقول له لا تنخذع بالبضع والهرتقات ولا تتكل على أحد سوى المسيح وبيقول له اللي بيغلب هعطيه حصاء بيضاء ده كان حاجة في الوقت ده أن القاضي لما يحكم ببراءة متهم كان يعطيه حصاء بيضاء طب لو أدين يدي له حصاء سوداء لأن الحصاء بيضاء تعني براءة فهنا بقى الأسقف هنا خد حكم براءة ومحدش هيخش السماء إلا هو اللي يغلب ويتبرر غلب هياخد حصاء بيضاء يعني هيكون له البر وهذه الحصاء مكتوب عليها اسم جديد وفي السماء هناخد أسماء جديدة في أسماء بتوحي بشخصية أصحابها يعني لو قلنا مثلا يوحنى بن تذكر المحبة والرقة والطيبة يهوزة بن تذكر الخيانة مثلا في الحياة الأبدية هتبقى لنا أسماء جديدة وشخصيات جديدة كل الضعفات والعيوب اللي كات فينا على الأرض مش هناخدها معانا هنبقى شخصيات لنا اسم جديد ولنا حياة جديدة والكنيسة خدت هذا التقليد فلما بتعم الطفل أو كبير حتى بتديه اسم جديد أو في رسمة الكهنوت برضو بتدي المزكة بتديه اسم جديد علامة على أنه بادي حياة جديدة فكل العيوب اللي فينا هتتغير في السماء ومش هتستمر معانا من يغلب؟ هنا بقى لو كان قال على بورجاموس أنها حيث يكرسي الشيطان فالشيطان له نفوس صعبة في هذه الكنيسة في هذه البلد يعني وهنا المسيح بيدعوه للتوبة عن التهاون فحياة الخادم حياة جهاد واللي بيغلب ينهزم والسماء بتراقب جهاد الإنسان وربنا بيفرح باللي بيجاهد ويعطيه قوة ويعطيه معونة لكي يغلب وهنا جاء ظهر أنتباس شهيد الأول ده كان قصقف طاقي جدا وبيخدم في هذه الكنيسة وأثار الشيطان عليه الحسد وكان عنده مواهب كثيرة جدا زي طرد الأرواح الشريرة وزي الكرازة والخدمة فطرحوا الوثانيين خطفوه وطرحوه في إناء متقد بالنار لحد ما أسلم الروح ومات فحتى في المكان اللي فيه كرسي الشيطان استطاع هذا الخادم الأمين إنه هو يشهد يستشهد من أجل المسيح يعني أنتوا في طراخي وفي كسل ولكن أنتباس شهيدي شهد لي حتى في المكان الصعب دوت لكن يبدو إن فيه حد تاني جي بعده ما كانش بمنفس المستوى فالمسيح بيطلب منه إنه يخلي أنتباس قدوة لي يقتدي بشخصيته وبأمنته واستعداده إنه هو يشهد للمسيح بعد كده بنخش في الكنيسة الرابعة كنيسة ثياتيرا نقرأ مع بعض النص واكتب إلى ملك الكنيسة التي في ثياتيرا هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلاهيب نار ورجلاه مثل النحاس بنقي أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى لكن عندي عليك قليل أنك تسيب المرأة ذابل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما زبح للأوسان وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتوب ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ذيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم وأولادها أقتلهم بالموت فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحس الكل والقلوب وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله ولكني أقول لكم وللبقين في الثياتير كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون إني لألقي عليكم ثقلا آخرا وإنما الذي عندكم تمسك به إلى نجيء من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاهم بقديبة بن حديد كما تكسر أنية من خزف كما أخذت أنا أيضا من عند أبي وأعطيه كوكب الصبح من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس إزاي ما ذكرت قبل كده إن معنى الإسم ثياتر جاء من ثياتر يعني مسرح أو تمثيلية فنلاحظ هنا أن شعب هذه الكنيسة المؤمنين في هذا المكان كانوا يتظاهرون بالتقوى والقلب مبتعد بعيد عن الله وهنا ينطبق عليهم الإسم يعني الإسم بيعبر عن حالة المؤمنين في البلد دي وتلاحظوا أن هذه الكنيسة جاءت بعد كنيسة برجاموس اللي اعتمدت فيها الكنيسة على الدولة فكانت النتيجة أنها اعتمدت على قوة غير قوة الله ففقدت الكنيسة شخصيتها وقوتها وتحولت إلى عبادات مظهرية شكلية وده معنى كلمة ثياتر وطبعا في جاو زي كده بيأسهل جدا أنها تظهر هرطقات وناس كتيرة تمشي وراها بالضبط زي المسارح اللي بيبقوا في المسرح عايزين يشوفوا كل ما هو جديد وكل ما هو ملفت للنظر وكل ما هو جذاب ويسيبوا الناس بقى تعليم وتقاليد أباهم القدسين ويسيبوا الإيمان المسلم مرة للقدسين ويجروا ورا تقاليع جديدة في الإيمان وهناك أيضا الناس بيأخذوا العبادة كمظهر وكماليات حاجة شكلها حلو قدام الناس لكن من جوه يبقى فيه فراغ ففي هذا الجو بتحدث بلبلة والناس بتتوه وتضل عن الحقيقة ده اللي حصل في هذه الكنيسة فانتشرت بتاعة إيزابل إيزابل فيه أراء بتقول إن إيزابل دي كانت شخصية حقيقية إمرأة اسمها كده يعني وادعت إنها نبية وإنها على اتصال بالله وهي في الحقيقة بتنشر تعليم منحرفة فبتدعو للعبادات الوثنية اللي من ضمنها الاشتراك في زبائح الأوسان وفي الزنا وفي هذه التعليم الخاطئة أخذت البضعة تنتشر وبعض الفلسفة والمعلمين والمنحرفين قاعدوا ينادي بيها وكانت كل دعوتها للناس إنهم يزنوا معها يعني يشتركوا في خطيتها اللي حصل هنا العلاقة هنا المشكلة إن الأسقف بتاع البلد خاف من المرأة دي بسبب شعبيتها وكان مش قادر يواجهها يعني يعني خاف من انتشار البلد عادي فعشان كده بيعدبوا المسيح بيقوله أنك تسيب المرأة إزابل وبيقال في وضع آخر إنها كانت زوجة الأسقف لأن في الوقت تلك الأسقفة ممكن يكونوا متزوجين وكانت متبنية تعليم النقلويين وطبعا دي تعليم كانت تبيح الزواج على المشاعي يعني أي حد يتجوز أي حد يعني وكتار قوي وقعوا في دين الشيطان وارتبطت بربطات قصية مع الشيطان ناس كتير قوي وقعت في الخضوع للشيطان ويأكلوا ما زبح للأوسان ولدرجة إنه زكر هنا يقوله أعماق الشيطان يعني بدل ما إحنا عندنا سلطان ندوس الحياة والعقارب بقت الحياة والعقارب هي اللي تدوس علينا اتغلبنا فهنا بقى المسيح بييظهر بصورة لهذه الكنيسة إزاي أنه ابن الله يعني شار اللهوته ورجلاه مثل النحاس النقي إشارة للنسوت والنحاس بيحمل معنى الدينونة والرجلين بالذات عشان تدك الأعداء تدوس عليهم تغلبهم فهو نقي بلا خطية واللهوت متحد بالنسوت وقدر إنه هو يفني الهراطقة ويبدهم ويدين الخطية وعيناه كلهيب نار نظرات مرعبة الأشرار يشوفوه يتخضوا يرتعبوا ويقولوا للجبال غطينا وللأكام اسقطي علينا يعني يرتعبوا من منظره لكن أولاد الله بالنسبة لهم العينين المتهبين بالمرضي تحرق الشهوات في داخلهم وتغرس فيهم لهيب محبة ربنا وبعنيه النارية يقدر إنه هو يملأ قلوبهم بالغيرة وبالحب فحصوا الكلة والقلوب بيعرف الأعماق الناس المتظاهرين دولت بيقول لهم لا ده أنا عارف جوه في أنتوا بيتبينوش لكن أنا شايف جوه وزكاة الكلة بتنق الدم فالمسيح فحص المشاعر وبينق نفسنا بالتوبة فبيقول له أنا عارف أعمالك وإيمانك هنا بقى بعض الناس اللي ما بيهموش بقيمة الأعمال طب ده هنا ذكر الأعمال قبل الإيمان يعني الأعمال دي حفل مهمة جدا في قضية خلاص الإنسان فربنا ما بيهموش الإيمان النظري قدر الإيمان العامل بالمحبة وعشان كده دعوة النهاردة في كنيسة ثياتيرا بتدعونا أن احنا لا نكتفي بالعبادة السطحية ولكن ندخل إلى الأعماق ولا نضل وراء تعليم غريبة ولكن نعيش في عمق الإيمان وفي الإيمان الحقيق القوي هنا يقول أعطيتها زمانا لكي تتوب فربنا بيدي كل إنسان فرصة للتوبة اوعد صدقه أن ربنا ما بيديش حد فرصة للتوبة بس الإنسان لو ما استجبش بقى بيبتدي ربنا يديله في بعض الدربات المتصاعدة يعني ضربة بسيطة يعني ضربة أشد وبعدين أشد وهكذا لحد ما يقودوا إلى التوبة يعني هنا بيقولوا أن المرض يعني ألقيها في فراش وبعدين لو ما تبتش أولدها أقتلهم بالموت بعض الخسارة هنا خسارة وبعدين يعاتب على ملك هذه الكنيسة يقوله أنك تسيب المرأة هنا بقى بيوردين واجب الخادم أو المسؤول أو الأسقف أو المؤتمن على الرعاية أنه يحافظ على الإيمان بالتعليم المستمر ويكشف البدع والهرطقات للشعب عشان ما ينخدعش ويهاجم الأفكار الخاطئة الصادرة من أي شخص مهما كان مركزه في الكنيسة بكل حزم ما يبقاش يعني الرعي أو المسؤول ما يبقاش سهل بس في نفس الوقت ما يبقاش قاسي ما يبقاش عنيف ولكن الموضوع محتاج إفراز محتاج مرونة ولكن محتاج صلابة وقوة وعشان نفرز التعليم الصحيح من التعليم الخاطئ أقول لكم وللباقين هنا أصدق أقول لكم أنتم اللي فضلين أنا مش هحملكم مسؤولية أكتر من اللي عندكم لألقي عليكم ثقلا آخرا مش هتائل عليكم يكفي أنكم تحفظوا سوى أن تمتلموا عن تعليم إزابل وتقاوموها وتعلنوا رفضكم لها وبعدين أعطيكم سلطانا على الأمم الأمم هنا اللي هي مالك الشر اللي هي إبليس والأفكار الغريبة والشهوات الغريبة اللي بعيدة عن روح المسيح وبعدين تدوسوا على الأخطاء والأفكار ببساطة كأنها يعني كأنها أنية خذف بقديم الحديد تكسر فتكسروا أطماع وغيات الأعداء اللي عايزين يبددوا الكنيسة وتعني أن الغالب هيكون في السماء له قوة جبارة وأن الشهوات اللي كانت بيظنها جبارة هتنكسر وتبقى زي خذف مقصور بلا قيمة يقول إيه كما أخذت أنا من عند أبي فالمسيح ما قبلش الخطيئة من إيد إبليس بل كان الجسد بلا خطيئة زي أن حاسا النقي لكن طبعا الشيطان دبر بأمرة وأهاج عليه الكل صلبوه ولكن لما قام المسيح له المجد حط أعداءه تحت أقدامه خاصة لما جلس عن يمين أبي ووصف نفسه هنا بأنه هو كوكب الصبح إيه بقى حكاية كوكب الصبح دي كوكب الصبح ده عبارة عن نجم كده بيظهر قبل انتهاء الليل وقبل بزوغ الفجر سمي بكوكب الصبح فظهوره بيعني أن الظلام خلاص هينتهي ونور الشمس هيطلع فالمسيح شبه نفسه بكوكب الصبح يفصل بين النور وبين الظلمة فهنا كل دي يعني زي ما تقول المسيح عاوز يشجع أسقف ثياتيرا يقوله ما تخافش ما تخافش من الهراطقة أنا أكشف زي فهو بقى رفح حس القلوب ولكلة هأعطيك ذاتي كنور هتتمتع بنوري ونور الوصية وقوتها تكشف بيها الظلام في تعلمهم وأنا هدنهم وبسيف الكلمة وما كانش يرتدعوا من سيف الكلمة بغضبي وده اللي حصل فعلا مع واحد زي أريوس لما ما تعلمش من مجمع نيقيا يقال كات نهايته مؤسفة جدا دخل الحمام سكبت أحشاؤه ومات موتة شنيعة فبيقوله ما فيش عليك إلا إنك ده بس تواجه الخطأ وتوقف قدام الغلط ما تقبلوش وتتمسك بقوة ونعمة ربنا تسندك يبارك الرب في حياتكم أيها الأحباء لإلهنا المجد والكرامة إلى اللابات آمين اشتركوا في القناة